موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في حلقة كشك الصحافة لهذا اليوم سنصلط ضوم خلال الحلقة على أبرز ما تناولته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم عن مستجدات الوضع في اليمن بداية من الصحافة اليمنية من موقع المصدر أولاين الذي نقل عن سكان في الضالع الحوثيون يقصفون المنازل في موريس بالضالع وهجوم للمقاومة الشعبية في الرضمة في تعز مصدر عسكري يؤكد السعادة الجيش والمقاومة الشعبية لمواقع مهمة في الضباب وتأمين الخط أما إلى غرب اليمن غارات لمقاتلات التحارف العربي على مواقع عسكرية في مدينة الحديدة الساحلية من العنوين إلى تفاصيل خبر وصول عشرات من يهود اليمن إلى إسرائيل ويقول الموقع ذكرت الصحف الإسرائيلية أن إسرائيل استغلت الحرب الدائرة في اليمن لتهجير ما تبقى من اليهود فيها وجلبهم إلى فلسطين في حملة سرية أفاد موقع معاريف بأنه تم جلب 19 يهوديا يعيشون في اليمن ويرغبون بالهجرة إلى إسرائيل مضيفا أن الوكالة اليهودية أعلنت بذلك عن إغلاق باب الهجرة اليهودية من اليمن وبحسب الموقع العبري قد قامت الوكالة اليهودية في الأعوام الأخيرة بجلب 200 يهودي كانوا يعيشون في اليمن مستغلة عدم استقرار الوضع هناك وظروف الحرب الدائرة فيها ضد جماعة الحوتيين والرئيس المخلوع صالح نقل أو ننتقل بكم مشاهدين إلى موقع الموقع نقرأ في عنوين هذا الموقع أب وفاة مريضة بعد رفض الميليشيا إدخالها المستشفى في يريم أما إلى وسط اليمن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يتوغلان في العبدية بالبيضاء من عنوين الموقع أيضا قيادي يعترف بتخطيط الحوتيين لإفشال فعالية مؤتمرية قادمة واهتم الموقع بتفاصيل المعارك في محافظة شبوة جاء في هذا الخبر تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير مديرية عين إحدى مديريات شبوة من جهة الغرب وقال مصدر عسكري إن وحدات من اللواء 26 مشاه والمقاومة الشعبية في مديريتي حريب وعين تمكن من تحرير مديرية عين بالكامل بعد تحرير مديرية حريب بيوم واحد وأكد المصدر أن معركة تحرير حريب وعين هي معركة واحدة بالإضافة إلى تحرير ما تبقى من مديريات بيحان أو مديرية بيحان حيث تتقدم قوات الشرعية في عسيدان لإتمام تحرير بيحان بالكامل وقطع الخط الرئيس الذي يمون الإنقلابيين بالسلاح والمشتقات من المكلة وسواحل شبوة مرورا إلى محافظة البيضاء عن فاجعة مقتل المصور الصحفي محمد اليمني على يد ميليشي الخفي كتب عامر السعيدي مقالا لخص فيه لحظات عاشها مع الصحفي محمد ويقول السعيدي الكرامة لا تموت النهر لا يتوقف القمر لا يسقط الصدق لا يذهب والحياة لا تنام يا محمد اليمني اليمني يا له من اسم فخم وشاهق وعصي حتى على الموت إنها اليمن في اليمني الإنسان والتراب الثورة والنور الحلم والأمل الجميل صديقي لا بل صديقنا لا بل صديق الخيمة والشارع والعابرين صديق المظلومين والمتمردين والغاضبين محمد أيها المصحف الوطني الشريف يا أغاني روعتنا ويا مطر فرحتنا يا قمح الأحلام وصنبلة الفقراء وصباحات المستقبل الذي رسمناه على الأرصفة والجدران لا تسموه شهيدا فالمسيح لم يصلب ولن يموت ما قنصوه ولا قتلوه ولكن شبها لهم ولكم وهناك خلف التل يرقب لوعتنا ويبتسم سيعود محمد على شكل غيمة تضلل المدينة وتروي عطشها سيحلق في الأعلى كنجمة الصباح لكي يحرسنا من الشجن وسيكون بالقرب منا كما لم يفعل من قبل لقد قتلوك يا آخر الملائكة قتلوك يا بيت السلام قتلوك يا أناشد أيوب قتلوك يا طعام المحتاجين قتلوك يا مطلع الفجر وزهرة الوادي لم تحمل السلاح بل الكاميرا لتظل عنوانا عريضا للسلمية التي رضعناها معا من صدر أمنا الثورة ومع ذلك قتلوك طالما دافعت عنهم يا محمد والتقطت الصور لقادتهم في المناسبات ولشبابهم في المسيرات لكنهم قتلوك لن أصدق يا محمد لكنني أبكي كأم مكسورة أبكي وأتذكرك في كل لحظة وأنت تسأل إن كنا تناولنا العشاء أو نخرج لتطعمنا وتسقينا نم قرير العين والقلب يا محمد اليمني ونقسم باسمك العظيم ألا تموت وستظل حيا فينا تطاردهم وتلعن أيامهم وتبسق في وجوههم من عنوان موقع نيوز يمن في شان السياسي المبعوث الأممي غادر صنعاء بشكل مفاجئ دون عقد مؤتمر صحفي بعد ثلاثة أيام من زيارتها عنوان الموقع أيضا تنديد حقوقي بمقتل صحفي وإصابة أربع آخرين برصاص الحوثيين بتاعز وجاء في العنوين أيضا توتر بين أحد الوجهاء في صنعاء والحوثيين بعد أن قاموا بنصب حواجز إسمنتية جوار منزل كما ركز الموقع على تفاصيل خبر مقتل نجل القيادي عارف جامل في جبهة الضباب جاء في تفاصيل هذا الخبر قتل نجل القيادي في المقاومة الشعبية بتاعز الشيخ عارف جامل في مواجهة مع ميليشيا الحوثي بجبهة الضباب بتاعز وقال مصدر في المقاومة لنيوز يمن إن نجل القيادي الجامل ويدعى محمد قتل في المعارك التي تدور بجبهة الضباب بالانتقال إلى موقع الاشتراك نت نطالع في صفحة الرئيسية تقدم للجيش في الجبهة الغربية بتاعز والميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية إلى محافظة تعز مقاتلة التحالف تشن غارات على تعزيزات للميليشيا في السيان بإب أما محافظة الجوف وساطة قابلية في مديرية المتون هو هدوء حضر يسود الجبهات أما إلى غرب اليمن ركز الموقع على تفاصيل الغارات الجوية على تستهدفة الدفاع الجوي في الحديدة يقول الموقع شن طيران التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع عسكرية تتمركز فيها ميليشيا صالح والحوثي في محافظة الحديدة غرب البلاد مصادر محلية قالت للاشتراك نت إن طيران التحالف يعاود قصفه الجوي مستهدفا معسكر الدفاع الجوي خلف مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة ولم تتوفر أي تحصيل حول سقوط قتلى أو جرحة في صفوف الميليشيا جراء القصف نتحول إلى موقع يمن مونيتور نستعرض فيه أبرز الأخبار والعناوين ولد الشيخ ينفي التوصل إلى اتفاق سياسي باليمن وينفي صدته بصفحة على الفيسبوك إلى شرق البلاد مسلحون يغتالون قياديا كبيرا في المخابرات اليمنية بهجوم في شبوة ونقل الموقع عن مصدر بجماعة الحوثي إعلان هدنة قبل بدء المحادثات اليمنية كما ركز الموقع على خبر مقتل المصور اليمني في مواجهات الضباب بمدينة تعز يقول الموقع قتل مصور يمني وأصيب صحفيون آخرون بنيران قناص حوثيين في محافظة تعز وسط اليمن مصدر المحلي قال ليمن مونيتور إن المصور محمد اليمني قتل بنيران قناص حوثيين أثناء مشاركته في تصوير المعارك في جبهة الضباب جنوب غرب مدينة تعز وتابع الموقع وأوضح أن صحفيين آخرين أصيبوا بنيران القناص الحوثيين هم هيكل العريقي وعبد القوي العزاني وعبد الحكيم مغلس ونايف الوافي وكان اليمن قد أصيب قبل أيام بشضايا نيران حوثية في إحدى جبهات تعز قبل حوالي شهر من مقتل الصحفي أحمد الشيباني بناء بنيران الحوثيين في المدينة نفسها الوطنية خيارنا تحت هذا العنوان كتب محمد صلاح مقالا نشره موقع يمن مونيتور تحدث فيه عن الوطنية والإمامة وقال في أجزاء منه نجحت ثورة سبتمبر لأنها واجهت الإمامة ذات القاعدة الدينية وصبغة المذهبية والعصبية المناطقية تحت رايات الوطنية والذات اليمنية الجامعة التي يلتقي فيها الشعب اليمني بمختلف شرائحه وفئاته ومكوناته وتوجهت الثورة بأهدافها نحو تحقيق غايات الشعب وأوجدت الحلم الذي يطمح إليه كل اليمنيين ومن هنا ألتفت الجماهير حولها ورأت في أهداف سبتمبر آمالها وأمنياتها إذا كانت المذهبية كارثا ووبالا على استقرار اليمن فإن القبيلة والمناطقية بالتأكيد لا تقل عنها خطورة على وحدة اليمن وهدوئه وتعايشه وإذا تم الاستناد عليها في الحصول على الحكم فالقاسم المشترك والملح في الجوبوليتك التاريخي للجغرافية اليمنية هو تعددية المركز لذلك كلما هيمن مركز واحد على البلد سعت الأطراف لإلغاء المركز وهذه السمة تعد ظاهرة متكررة في تاريخ اليمن القديم والوسيط والحديث والمعاصر إن غياب المشروع الوطني الجامع يحفز العصبيات الضيقة ويدفعها للظهور والبروز على المشهد وهذا ما هو حاصل في بلادنا اليوم وحتى لا يسقط المجتمع في مستنقع الصراعات التي لا تنتهي علينا مواجهة خطاب الهويات الأولية بخطاب الحلم الذي يمكنه أن يبعث الهمم ويعزز الإرادة نحو الإيمان بقيب الحياة المشتركة ويوسع خيارات وآمال الناس ويسهل عليهم الخروج من المأزق بأقل الخسائر نختم جولة الصحافة اليمنية من موقع الصحوانت جاء في هذا الموقع مستشفى ذمار العام يكتض بعشرات الجثاث لقتل الحوثيين القادمة من مدينة عز إلى عنوان آخر الحوثيون قطعوا مستحقات حكومية ليهود اليمن بصنع ويواصل الموقع في عنوينه مشايخ يحضرون الحوثيين من عواقب إطلاق صواريخ من مناطقهم بذمار إلى تفاصيل خبر الإدانة بشأن مقتل الصحفي محمد اليمني جاء في تفاصيل هذا الخبر دانت نقابة الصحفيين اليمنيين لاستهداف الجماعي الذي تعرض له عدد من المصورين الصحفيين في منطقة الضباب بمدينة تعز من قبل مسلحي جماعة الحوثي وصالح وأسفر عن استشهاد المصور الصحفي محمد اليمني قنصا وإصابة المصورين نائف الوافي وهيكال العريقي وعبد القوي العزاني وعبد الحكيم مغلس وذكر الموقع وعبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة البشعة التي تستهدف كل المشتغلين بوسائل الإعلام المتبقين داخل اليمن بعد أن نزح المئات منهم إلى الخارج وأضاف الموقع وحملت جماعة الحوثي مسؤولية هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الصحافة والصحفيين في اليمن وذكرت النقابة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن يفر الجناه والقتل دون عقاب كما تابع الموقع دعت النقابة المنظمات الحقوقية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين إدانة هذه المذبحة وما يتعرض له الصحفيون اليمنيون من اعتداءات واستهداف ومساندتهم والتضامن معهم في هذه الظروف الصعبة مشاهدين بهذا نكون قد ألهينا جونتنا في الصحفة اليمنية وقبل البدر باستعراض أبرز ما ركزت عليه الصحفة العربية الصادرة هذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود نعود الترحيب بكم مشاهدين الكرام ونأخذكم الآن في جولة بينها مقالة الصحفة العربية الصادرة اليوم البداية من الشان السياسي الذي ركزت عليه صحيفة القدس العربي وعنوانات المبعوث الأممي غادر صنعاء بشكل مفاجئ نقلت الصحيفة عن مصدر خاص أن ولد الشيخ غادر من دون الحديث لوسائل الإعلام أو عقد مؤتمر صحفي كان من المقرر في ختام الزيارة التي استمرت لثلاثة أيام والتقى خلالها قيادات من الحوتيين وحزب الرئيس المخلوع صالح وأكدت مصادر سياسيان زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء لم تخرج بأي نتائج إيجابية سوى الاتفاق على مقر عقاد المشاورات المرتقبة بين الحكومة الشرعية والحوتيين في دولة الكويت دون تحديد موعدها ووفقا للمصادر فقد أبدى الحوتيون وحزب صالح تعنوا تنفي الموافقة على الذهاب إلى مشاورات جديدة دون وقف تام لإطلاق النار ورفع الحصار الجوي والبحري الذي يفرضه التحالف وأشار أن ولد الشيخ أبلغ الحوتيين وحزب صالح أنه سيتم إقرار هدن حول المعارك حول المعارك على الحدود والغارات الجوية لكن الحوتيين اشترطوا وقف إطلاق النار في جميع المدن إلى صحيفة العربية الجديد والتي تابعت موضوع رحيل عدد من يهود اليمن وقالت الصحيفة الحوتيون قطعوا مستحقات حكومية ليهود اليمن بصنعاء مصادر العربية الجديد أكدت أن من تبقى في صنعاء يعانون أوضاعا معيشية صعبة إذ أقدمت السلطات التابعة للحوتيين في صنعاء على قطع مستحقات كانت الحكومة تقدمها لهم وهي عبارة عن مبالغ مالية محدودة ومعونات غدائية غير أنهم لم يعودوا يستلمون شيئا منها كما كشفت مصادر يمنية مطلعة عن رفض عشرات منتمين للطائفة اليهودية مغادرة البلاد على الرغم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها في ظل الحرب الدائرة بالبلاد وأوضحت مصادر مقربة من الطائفة اليهودية للعربي الجديد أن نحو أربعين شخصا من صنعاء أو في صنعاء وعدد محدود في عمران هم من تبقى من يهود اليمن رفضوا مغادرة البلاد مع المجموعات التي جرى تهجيرها بتنسيق مع الخارجية الأمريكية وتقول الصحيفة يعد هؤلاء المرحلون إلى الأراضي المحتلة جزءا من عدد محدود من يهود اليمن الذين فضلوا البقاء في البلاد ويقيم أغلبهم في منطقة سكنية بصنعاء إلى صحيفة البيان والتي تابعت أيضا أشان السياسي وعنوانات الإنقلابيون يعرقلون مسار الحل السياسي في اليمن تقول الصحيفة واصل الإنقلابيون في اليمن وضع عصى التعطيل على دواليب الحل السياسي حيث نفذت أو نفت مصادر سياسية يمنية رفعة صحة الأنباء التي تتحدث عن اتفاق على موعد الجولة المقبلة من محادثات السلام وإبرام هدنة لمدة أسبوعين وأكدت المصادر أن الطرف الإنقلابي لا يزال يرفض تحديد مكان المحادثات وموعدها مشترطا لوقف غارات التحالف على مواقعه وفي الميدان قالت الصحيفة أن مقاتلات التحالف العربي أفشلت محاولة إعادة حصار مدينة تعز كما شنت سلسلة من الغارات على مواقع المتمردين في صنعاء والحديدة والجوف في مقابلة شهيرة أجراها جيفري غولدبرغ مع رئيس الأمريكي باراك أوباما وخرج منها بالعديد من الانطباعات والقراءة في الطريقة التي يفكر بها أوباما تجاه الشرق الأوسط يقول الكاتب في المقالة الذي نشره على نطاق واسع بينها صحيفة الغد إن الرئيس الأمريكي أو إن الرئيس الأمريكي رؤية مغايرة لأحداث الدول العربية يضيف الكاتب في بداية الانتفاضة السورية في أوائل العام 2011 جادلت بأن الثوار القادمين من صفوف المواطنين العاديين يستحقون دعم أمريكا المتحمس ولاحظ آخرون أن الثوار هم من المزارعين والأطباء والنجارين مقارنين هؤلاء الثوريين بأولئك الرجال الذي كانوا قد كسبوا حرب أمريكا من أجل الاستقلال قال لي ذا تمر عندما يكون لديك جيش محترف جيد التسليح وترعاه دولتان كبيرتان إيران وروسيا الذين لديهم مصالح كبيرة في هذا ويقاتلون ضد مزارع ونجار ومهندس بدأوا الأمر كمتظاهرين ثم يجدون أنفسهم الآن في خضم صراع أهلي وتوقف هنيها فإن فكرة أننا كنا نستطيع أن نغير بطريقة نظيفة لا تلزم القوات العسكرية الأمريكية المعادلة على الأرض هناك لم تكن صحيحة مطلقا وكانت الرسالة التي أبرقها أوباما في الخطابات والمقابلات واضحة لا يمكن أن ينتهي به المطاف إلى أن يكون الرئيس بوش الثاني رئيزا أفرط في التوسع المأساوي في الشرق الأوسط بحيث تملأ قراراته عنابر وولتر ريد بالجنود المصابين بجراح خطيرة والذي عجز عن وقف تدهور سمعته حتى عندما قام بتعديل سياساته في فترة ولايته الثانية ويقول أوباما في الجلسات الخاصة إن المهمة الأولى لأي رئيس أمريكي في مشهد ما بعد بوش العالمي هي لا تفعل شيئا أحمقا وفي فترة ولايته الأولى خالص إلى الاعتقاد بأن حفنة فقط من التهديدات في الشرق الأوسط هي التي يتصور أنها قد تبرر تدخلا عسكريا أمريكيا مباشرا هناك وشمل ذلك التهديد الذي يشكله التنظيم القاعدة الأخطار التي تتهدد استمرار وجود إسرائيل سيكون فشلا أخلاقيا لي كرئيس للولايات المتحدة عدم الدفاع عن إسرائيل كما قال لي في إحدى المرات إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت توزيع قوارب صيد على المتضررين وعلقت توزيع قوارب للصيادين في سقطرة تقول الصحيفة تشنت مؤسسة خليفة بن زيد الأعمال الإنسانية في محافظة أرخبير سقطرة عملية توزيع 40 قارب صيد للصيادين المتضررين من إعصاريت شابالا وميغ وأتفيد الصحيفة أن هذا يأتي في إطار الجهود الإغاثية لرفع معاناة الأهالي المتضررين محافظ سقطرة قال إن تسليم القوارب يأتي كدفعة أولى للصيادين المتضررين وأن هناك دفعة قادمة من القوارب لدعمهم جميعا وإعادتهم لمزاولة نشاطهم السمكي أما بالانتقال إلى الصحيفة الخليج والتي عنونت في إحدى موضوعاتها الشرعية اليمنية جاهزة لمشاورات جادة تفضي إلى إنهاء الحرب ووفقا للصحيفة فقد أعلن مسؤول حكومي يمني جولة مفاوضات جديدة بين طرفي النزاع قد تعقد في الكويت قريبا برعاية الأمم المتحدة تكون مصحوبة بوقف المشروط لإطلاق النار وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه الحكومة المعترفة بها دوليا والحوثيين توافقوا على مبدأ التفاوض مجددا نهاية الشهر الجاري والذي يوافق الدكرى السنوية الأولى لبدء التحالف تقوده السعودية أو تقود السعودية عملياته ضد الحوثيين والقوات الموالية لرئيس السابق صالح كما أشار المصدر إلى أن المحادثات المفترض عقدها ستترافق مع هدنة لأسبوع قابل للتمديد إذا تم احترامها مضيفا أن النقطة الأساسية ستكون تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة من العنوين الواردة في الصحيفة افتتاح معرض صور بعنوان 118 يوما من الحرب على عدن تفيد الخليج تواصلت فعالياته الذكرى الأولى لمرور عام على الحرب العدوانية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على مدينة عدن حيث شهدت مدينة كريتر بمحافظة عدن في إحدى المعالم التاريخية والأثرية منارة عدن افتتاح معرض صور بعنوان 118 يوما من الحرب على عدن يستمر لمدة ثلاثة أيام وقال المشرف على المعرض رئيس قسم الصحافة والإعلام في جامعة عدن الدكتور عبدالله الحوث للخليج إن المعرض يجسد تاريخ وصمود ومعاناة وحجم الدمار الكبير خلال الحرب على الجنوب خصوصا عدن من خلال صور تصدي المقاومة الجنوبية لمليشيا الحوثي وصالح ومعاناة السكان خلال الحرب إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في الصحافة العربية صادر اليوم نبقى الآن مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية نشاهدها سويا وإلى الملتقى في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر